ارويقة الامم المتحدة في جينيف تنتظر مشاورات الفرقاء اليمنيين لكن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات مع غياب وفد الحثيين وان كان المبعوث الدولي مارتين جريفث يأمل في حضورهم ويؤكد بذل كل الجهود لتذليل العقبات وإحراز اختراق خلال المشاورات مراسلة الجزيرة نقلت عن مصدر حكومي بان وفدهم سيغادر اذا لم يحضر الحثيين ودعا المصدر المبعوثة لاتخاذ موقف تجاه تأخير المشاورات وتحديد من يعرقلها واعتبر عضل حكومي أن الحثيين لا يريدون السلام نحن ندعم السلام ونؤيد تنفيذ القرار 2216 ولا نريد أن تدور الحرب للأبد لكن الحثيين يريدون العنف وليسوا مهتمين بالسلام هذا الاجتماع مقرر منذ شهرين الآن نحن وحدنا هنا أما الحثيون فيركزون على ضمان أمنهم ولا يأمنون لأي طائرة تابعة للأمم المتحدة ويشيرون لأخذ التحالف طائرة للصليب الأحمر من الجو إلى مطاراته وإيقاف طائرة المبعوث الدولي نفسه بمطار صنعاء كما يطالبون بإجلاء بعض الجرحى معهم إلى سلطنة عمان في طريقهم إلى جنيف العرقلة كانت من المبعوث الدولي ومن دول عدوان المبعوث الدولي وعد بأن يأتي لنا بطائرة عمانية تكل جرحانة ولم يأتي بها ووعد أيضا بأن يأتي لنا بطائرة كلنا إلى عمان ثم إلى جنيف ولم يأتي بها وكذلك المعرقلة الرئيسي أيضا العدوان التي لم تمنح تصريح للطائرة العمانية التي نحن نضمن بأن نذهب على متنها ونحن آمنون على جرحانا ونحن آمنون على أنفسنا هو المشهد في جنيف في غمرة صراع الاستراتيجيات الدائر وسط أتون الحرب التي تضحن اليمنين منذ أكثر من ثلاث سنوات ولا مناص لهم من التعويل ولو بحذر على مشاورات جنيف التي لم تبدأ بعد اشتركوا في القناة